في الفترة الأخيرة ارتبط مصطلح غسل الأموال في الكويت باسماء عشرة من مشاهير السوشال ميديا التصاعد في القضية لازال مستمر بعد إحالة النيابة العامة الكويتية ملف القضية إلى جهاز الدولة وللآن الشبهات دائرة حول مصادر أموال المتهمين وبتشير مبدئيا إلى تورطهم في عمليات غسل لدول مجاورة وكمان في شبهات حول إمكانية أن تكون الأموال محصلة من تجارة مخدرات وخمور ومؤثرات عقلية وغيرها من الممنوعات بالأمس ناقشنا آخر التطورات في الموضوع خاصة بعد من صحيفة الجريدة نشرت الأحرف الأولى من أسماء المتهمين وعلى طول انتفضت مواقع التواصل والناس صارت تحذر وتتكهن بأسماء المتهمين من حروفهم الأولى لكن الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل مو بس هم اللي انتفضوا بل حتى بعض المشاهير طلعوا وردوا بصراحة على الإشاعة الدائرة حول تورطهم في قضية غسل الأموال في ودي أتكلم موضوع شوية ناخده سيريا سجد ومن عقبة بسكر الباب ما رح تحجى فيه في الأوان الأخيرة والأيام اللي فاتت هذه وايد كثرة الأمور في الكويت والقضايا اللي قاعد تصير بالفساد وقضايا الغسيل وقضايا هذا وايد ناس قاعد تزج اسمي في هذا الشيء والحمد لله أنا ثوب أبيض ما توصخ فأتمنى ما حد يوصخ بكلامه لأن لو علي شيء أنا مو قاعد قدامك يأكل يلعي قاعد قدامك يسور كل الناس قاعد شبقين رب العالمين حافظوا نفا يا جماعة هدوا اللعب يعني حرام والله في كلام قاعد ينقال حي الحرام خافوا ربكم عيب ناس تكد ليل نهار خمسة سنين أخشي حرام والله حرام خافوا ربكم والله العظيم والله عندكم ناس تحبونهم عندكم عيال عندكم باتر عقبة بنات والله عيب والله عيب شنو كرم ممكن ما صار شيء قطيتها بطن المشاهير خلاص خلاص إذا أحد مسوي شيء في قانون واللي علي شيء في قانون واللي ما علي شيء هم في قانون خلاص طبعا من بداية الأزمة والناس وخصوصا متابعي المشاهير بيساءلوا هل فعلا المتهمين متورطين وعملين هذا الشيء عن سبق إصرار وترصد ولا وارد مثلا يكون مجرد ضحايا لعصابات غسل الأموال وما كان عندهم أي خلفية في هذا الشيء على عمول الحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الكويت المحامي صلاح الفهد أهلا فيك معنا أستاذ صلاح طبعا إحنا بس حابين نذكر أنه حتى الآن ما في أي شيء رسميا ذكر اسم أي من المتهمين حتى في هذه القضية فكل الأسماء اللي الناس بتتداولها هي مجرد تكهنات من الناس حضرتك من الناس اللي بيتكلموا في هذا الموضوع عبر حسابك على تويتر وتحدثت وقلت أنه المشاهير الآن بشكل عام بيعيشوا حالة من الرعب ليش في رأيك هذا الموضوع؟ أول شيء أعطيك العافية أخت سارة نمسي عليك وعلى المشاهدين العربية بالخير الصوت واضح؟ أي واضح جدا تفضل طيب أنا في البداية أحب أن أوه على نقطة معينة أخت سارة بالسابق كان فيه نقد يتجه إلى حكومة الكويت أو لدولة الكويت من خلال تأخرها في التشريعات فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كانت متأخرة عند دول الخليج وفيه قضايا سابقة شهيرة حفظت أو انتهت القضايا هذه بسبب نقص التشريعات أي؟ مما أدى إلى دخول الكويت إلى منطقة رمادية في وزارة الخزانة الأمريكية كأشتباه في تمويل أو مكافحة غسل الأموال يعني نقص تشريعات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر القانون 106 على 2013 خرجت الكويت من المنطقة الرمادية هذه في وزارة الخزانة الأمريكية وبدأ العمل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على قدم وساق لذلك أنتم ترون أن كثير من المشاهير وكثير من قضايا غسل الأموال بدأت تطفع على السطح لأن التشريعات قامت تغطي الأمور هذه واللي غلطان أو اللي يمسوي شيء رح يكشف التحقيقات ورح تكشف وحدة التحريات المالية يعني كأنك بتقول أستاذ صلاح أن هذه المرة غير المرات الماضية هذه المرة العمل جدي جدا طبعا طبعا غير ومختلف اختلاف كلي لأن القانون اللي صدر اللي هو 106 على 2013 وضح وفصل جرائم غسل الأموال سواء كانت بقصد تمويل الإرهاب أو تحصل على هذه الأموال من تجارة غير مشروعة أو غيرها كلها مفصلة في القانون وواضحة ويعني أنا أقول اللي بيطيحها المرة على قولتهم لا أحد يسمي عليه يعني أما بخصوص المشاهير اللي قاعد يطلع وقاعد ينفي ويقول لك أنا ما ليشغل أنا ما ليشغل إحنا شفنا إن كثير من المشاهير إذا مو أغلبهم كلهم طلعوا بس أفهم لأنه عندي مشكلة بالسماعة أنا هذا يعاني منها من زمان وياكو لا 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 سنعتذر. لا أعنيها. أسفين. يمكن أذوني أنا كبيرة. نعتذر بعد. عموما إذا كل واحد فيهم حيطلع يصرح ويقول أنا ما لي شغل. أنا ما لي شغل. طيب من إذا شغل. يعني من اللي غسل الأموال. يمكن الشعب الكويتي هو اللي غسل الأموال والمشاهير ما غسلوا. هو قانون موجود الآن والكل سيكشف والأرصد ستتبين. وبالتحقيقات كل شيء راح ينكشف. طيب. يمكن فعلا. وانا فعلا في ناس بريئة. أكيد طبعا في ناس ممكن تكون بريئة. والتحقيقات هي اللي راح تكشف هذا الموضوع. بس هل ممكن كمان في منهم يكونوا ضحايا ما كانوا عارفين هم متورطين في إيش؟ والله احتمال كبير إنه يكون في ضحايا فعلا. هم مو عارفين إنهم متورطين في مسألة غسل الأموال. طبعا هذا الشيء القانوني الجديد أيضا حلة للناس اللي مو عارفين أو اللي ذهبوا ضحايا. العقوبات قاسية جدا في هذا القانون. لذلك أنت ترى العموم متورط. ترى الجميع مرتبك. راح أفصل لك اختسارة بس في مسألة صغيرة من ناحية القانون في ما يخص اللي يعلم إنها غسيل أموال أو يعلم إنها فيها تمويل الرهاب أو الذي لا يعلم. في حالة علم الشخص أن هذه غسيل الأموال وهذه الأموال قذرة. طبعا راح يكون الحكم لا يتجاوز خمسة عشر عام مع غرامة بقيمة القضية نفسها وقيمة الجرم ما لا زائد مصادرة الأملاك. هذا في حالة أنه كان يعلم إن هذه غسيل أموال وكان يعلم إن هذه فيها تمويل إرهاب أو غيرها. الحالة الأخرى إذا ما كان يعلم مصدر هذه الأموال. لكن هو مشارك في غسيل الأموال. لكن لا يعلم على سبيل المثال أنها لها علاقة في الإرهاب. تكون العقوبة لا تتجاوز عشر سنوات. والغرامة نصف قيمة الجريمة مع مصادرة المبلغ. اللي هو أساس الجريمة الحاصلة. وطبعا فيه ظروف مشددة إذا كان موظف عام واستغل سلطته. هذه الأمور. الظرف المشدد ما ينطبق على المشاهير. نحن نتكلم عن المشاهير أنه في حالة علمك أن في غسيل أموال أو ما في غسيل أموال. هل تعلم أن الموضوع لا علاقة في الإرهاب أو ما لا علاقة في الإرهاب. هو موضوع كبير وأنا أتوقع كثير منهم وقعوا ضحايا. لكن لا يعني أنك أنت تقع ضحية أنك يعني هذا شيء ما يعطيك إقفاء من المحاسبة. نهاية أنت صار عندك ثلاء بلا سبب. طيب بس أستاذ صلاح كمان في فرضية أنه فعلا ممكن تكون الإعلانات مربحة. الإيفنتات مربحة. ممكن تكون هذا الشيء لأنه مثلا مشاهير برا مشاهير السوشيل ميديا حتى مثلا في أمريكا والدول الأخرى برضو في منهم بيصيروا مليونيرات. فإيش المشكلة؟ يعني خلينا يكون صريحة معك. البعض بيقول أنه حضرتك يعني أنه أنتو اللي بتهاجموا المشاهير. أنه هذا الموضوع لأنكم أنتو بالمجمل ما بتحبوا مشاهير السوشيل ميديا. أو البعض عنده حسد تجاههم مثلا أو أرباحهم. كيف بترد على هذا الكلام؟ طبعا أشوف موضوع الحسد عندنا في الكويت في كل شيء يدخلون فيه الحسد. مو بس موضوع المشاهير. أما موضوع أن هذه أموالك مصدرها صحيح. وأنك أنت فعلا من الإيفنتات والدعايات طلعت كل هذه الفلوس. مو مشكلة أثبت جهات الدولة الآن تستدعيك للتحقيق لمعرفة أموالك. لما كان أحد يطلع يقول أنا باليوم طلع خمسة آلاف دينار بالشهر مئة وستين ألف دينار. سنويا مليون ومئتين ألف. أنتو ليش حازديننا؟ لا لا أبد. مو حازدينك. الآن الدولة تقولك من أين لك هذا؟ تفضل طلع الفواتير. واثبت أن أنت فعلا سعرك خمسة آلاف دينار بالإسناب الواحدة أو بالدعاية الواحدة. اثبت الشيء هذا وبالتأكيد رح يتم استدعاء اللي يدفع لك ورح يتم توجيه السؤال ورح يسقط كثير من المشاهير في قضايا تزوير فواتير. غير غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنا متأكد هناك من سيسقط في تزوير بسبب اللعب بالفواتير الآن. لأننا لو نلاحظ من أول ما طلعت القضية هذه على الساحة. يعني أذكر الصندوق الماليزي لما طلع كان كثير من المشاهير يستهزئون. اللي يقول لك أنا ما ليشغل اللي يقول لك ماليزيا شمو الديني ماليزيا. لكن بمجرد استياد الشبكة الأخيرة التي تم استيادها قبل سبوع أو قبل عشرة أيام. نلاحظ أن كل المشاهير باليوم صار يسوي اثنين وعشرين ألف دعاية. قمنا نسأل متى ينام. وهو كل شغلها دعايات. وكأن هذه كلها فواتير قاعد يأخذها بأثر رجعي. هذا كلها ما يفيدك. وإذا في محام ينصحك أنك تسوي هالشي هذا. هذا المحام يغرقك. أنا من هنا قاعدا نصحهم يعني. بلاش اللعب بالفواتير كي لا تدخلوا أنفسكم في قضايا تزوير زيادة وتزيدون الطيم بلا فوق الموضوع غسل الأموال. طب عرض الحياة على مواقع التواصل خلينا نقول. والتباهي بالممتلكات المالية يعني يمكن هذا واحدة من الأشياء اللي فتحت عيون الكثيرين وصارت تزأل أنه كم تكلفة الإعلان عندكم وكم بيربحوا والكلام هذا كله. هل هذا التباهي على مواقع التواصل يعني سألنا بنعرف فعليا كل أحد إيش عنده. أو على أقل اللي بيدعي إيش عنده يعني ما يدعي. هل هذا الشيء ممكن يستخدم أيضا في هذه القضايا ضدهم. طبعا هذا اعتراف ضمني بهذه الممتلكات. لما أحد يطلع يقول أنا شاري بيتي باربع مليون. أنا أثثت بيتي بنص مليون. أنا اشتريت يخت للعائلة ويخت آخر للأصدقاء. طيب مصدر هذه الأموال تحصلك على هذه الأموال اللي خلتك تعيش على هذه الرفاهية هذه. أنت اعترفت أمام الملأ أن هذه الأموال أموالك وانت شاريت كذا وكذا. طيب أنت من وين يبت هذه الأموال اللي قدرت تشتري. الآن عليك الإثبات. أي. فأنت أمام الدولة معترف أن هذه أموالك ومعترف أن أنت تحصلت على هذه الأموال. لكن طريقة تحصلك على هذه الأموال. الآن عليك الإثبات. عليك تطلع الفواتير. طيب على العموم نحن بنشكرك على هذه المداخلة بس كما حب أيضا أوضح أن كل الصور الواردة في هذه الفقرة واللي عرضناها هي صور عامة ولا تعبر عن أي شيء تحديدا أو أي شخص معين تحديدا ونحن بنشكرك على هذه المداخلة ونعتذر على موضوع السماعة إن شاء الله المرة الجاية تكون عندنا في الستوديو ما نحتاج سماعات نشكرك كان معنا المحام إن شاء الله أخاف المشكلة تطلع فيني مو فيكم أنت يعطيكم العافية يعني قدام الناس حنقول نحن المشكلة خلينا كدر عديها شكرا بس يعطيكم العافية مشكورين